أهلاً بكم في هذه الحلقة من برنامجكم فماذا عن الربو؟ هل هناك علاج للربو؟ مثلاً أنت لماذا ذكرت عن العلاج العام للأرحى؟ بالحقيقة حالات الربو تختلف من شخصاً إلى آخر ومن عمر إلى آخر ومن توقيت إلى آخر ولهذا أول شيء لمنع حدوث نوبة الربو أنه نمنع الإكتهابات وأفضل النباتات بدءاً من أبسطها للأطفال الكاماميل هذا أول شيء نبدأ به ونضيف لها طبعاً العاقر قرحة إكنيشيا موجودة من النباتات المستخلصات تباع في أصيداليات الزعتر ومكونات أنواع الزعتر زعتر البري زعتر الورق زعتر المستخدمة بالأكل والثايمول يعني يحتوي على أنصر الثايمول بكمية كبيرة هذا أيضاً يفيد لوقف الالتهابات في الجهاز التنفسي اليانسون يساعد الربو ليش؟ لأنه يساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز في القصبات وبالتالي يتيح لها المجال بدلاً أن يتشنج ويقوم يتنفس بهذه الطريقة اليانسون يخففها تضييق في القصبات فيرخية لذلك هو أركسوس الأركسوس لمضاد الالتهابات يعني نعرف أنه الهيستامين والإفرازاته كثيرة طيب كيف نعالجها بدلاً من نستخدم الكورتيزولات وغيرها لأن البديل لها هو الأركسوس ولكن لا أستطيع أن أستعمل الأركسوس لربو الربو بسهولة لأنه قد يكون عنده ارتفاع بالضغط قد يكون عمره كبير قد يكون عنده مشاكل أخرى في الجهاز البولي لا أستطيع أن أخذ هذه النباتات عشوائية يجب أن تركب وتفصل تفصالاً لكل حالة من حالات الربو ما هو البديل لأركسوس؟ البديل لأركسوس هو الحلبة الحلبة على طعامها المور وغيرها لأنه أيضاً تحتوي على بريكورسوس مثل ما قلنا العناصر الطليعية للهرمونات باديات الهرمونات التي تفيد في وقف مثلاً كالكورتيزول بدلاً من نعطي هردي الكورتيزينات الحلبة هي بديل إلها الجسم هو يولدها ويكونها يكميل مناسبة ليريتها وبالتالي هيعالج نوبات الربو ويخف الاحتقانات ويخف الحساسية والتفاصيل طويلة طبعاً هو الوقت القصير للحلقة لا يتح لي أنها استمر وأسترسل كثيراً إن شاء الله تكون هذه المعلومات فادت ولو شيء بسيط ولكن على الأقل عرفنا أنه ضروري معرفة الخارطة الفلكية في بداية العلاجات وكيف نعالج وكيف نواصل لعلاجات وهل أن هذا المريض سيكون مزمن أم أنه هي حالة طارئة ويتعدي يعني يطيب نهائياً بعد ما ترجع للحالة إذا ما عنده مشكلة في برج السرطان ما عنده مشكلة في برج السرطان معناها الربو أيضاً يطيب مئة بالمئة وبعد ما يرجع له وهكذا أرجو ساعدونا بنشر هذه الفيديوهات منصات التواصل الاجتماعي في الباسبوك والتويتر والتيك توك وغيره مهما استطعتم أن توصلوا لهذه المعلومات ونشاركون بها شكراً جزيلاً لكم عسى أنه تكون في ميزان حسناتكم شكراً لحسن أصغائكم وإلى اللقاء في الحالة القادمة إن شاء الله كنتم بخير وصحة وعافية والسلام عليكم شكراً لكم